خرج عربي يتمشى في أنحاء مدينة الكوفة في يوم شديد الحر فلفظه العطش واستبد به التعب فطرق باب دار وجدها أمامه فخرجت إليه جارية فقال لها اسقني كوزا من الماء فقالت له ليس عندنا ماء لكن سآتيك بكأس لبن وأخرجت له فخارة فيها لبن فتعجب الرجل من كرم أهل الدار وقال في نفسه أليس يعرف عن أهل الكوفة البخل والجشع وقد طلبت ماء فسقوني لبن بدأ الرجل يشرب فوجد فأرة ميتة فقال للجارية ما هذا قالت الجارية فأرة أخرى فرمى الرجل الفخارة فسقطت على الأرض وانكسرت فسرخت الجارية وهرولت إلى مولاتها تقول يا ستي كسر الرجل مبولتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر